من إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من واله الآباء والإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتجدد هذه الحلقات في هذه الأماكن لدعوة الناس إلى الخير وإلى دين الله عز وجل المستقيم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مهمة عظيمة على الدعاة أن يخلصوا فيها وأن يتجردوا من الهوى ومن حب الثناء وغيرها من أمور النفس التي تحبط الأعمال أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وبحول الله وقوته وتوفيقه وجوده ومنته نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيها الكفاية وفيها الشفاء وفيها الدواء لمن كان في قلبه أدنى شك أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى يبقي عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال العلماء هذا منطوق سبب الضلال والإضلال الجهل وأما المفهوم سبب الهداية والإهتداء العلم لذلك مدح الله عز وجل العلماء قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلماء درجات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن العالم وفي حديث آخر قال وإن الحيتان في لج بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير وهذا شرف عظيم للعلم والعلماء وتعليم الناس الخير وفي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن معظم الضلال يقع بسؤال الجهال والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الليلة لو دارت ابن عمارة وسألت لك واحد بتاع طماطم يقول لك مجنون ألا شنو ربطع طماطم ساي ما عندو أي علاقة بالهندسة لو مشات لدكتور زول دكتور سألتوا عن المكنكة قل لك والله أنا مكنكة بشرية ساكن عربات دي ما عندي فيها تمشي لابتاع المهندس بتاع الكهرباء الكهرباء تقول لي أخ اسمع والله عندي عندي جزمة دارة خيطة يقول لك يا زول ممكن يفتح فيك بلاغ يقول لك شايف شكل ده كذا لأن الناس في أمور الدنيا يرجعوا لأهل الاختصاص أما في الدين يأخذوا من كل نايع والله في جماعة عبي جبيا يوم الخميس ويوم ما عارف شون شونه واحد اسمه حميدة حميدة بصلاع واحد تاني اسمه حامد بابكر واحد اسمه محمد المنتصر واحد اسمه الركاني واحد اسمه اللمين بتعبية المال وكل هؤلاء جحال دال كلهم جهلة والله جهلوا حق الله باقي لك ده تاني بديك حاجة زول بيقول لك والله الشيء جاي في البلد ده أنا ما بعرفه لكن ابوه السيخ بعرفه والله يا ابونا السيخ ده نحن ماشيين بها جاهو وماشيين بها نفسه أسه ده ده عنده علم والله ده أجهل مخاليق الله بالله الكون ده المسير من يا جماعة يا مسلمين من الذي يسير الكون من الذي تكفل بأرزاق العباد والمخلوقات الله ربنا قال وما من دابة دابة يعني شنو يعني تدب نملة بعوضة حشرة بني آدم حمار بغل عتود تاسغروا كلهم ربنا بيرزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ده الله لكن هؤلاء الجهال الضلال تسلطوا أشوف الكلام واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم والعلم هو العلم الشريف الذي ورد في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأعلام ده العلم الله قال الرسول قال لكن منامات ومعظم دين أهل الطرق الصوفية منامات أمشي أي طريقة أي طريقة لاقتك التجانية التجانية هذا شوية قال قال لا لقيني سيد الوجود يقصد النبي عليه الصلاة قال في الصحراء الكبرى يغضة لا منام وعطاني صلاة الفاتح وكذلك السمانية يقول لك والله أنا نمت جاني الرسول في النوم أداني الطريقة الخطمية برضو يقول لك أنا نمت جاني الرسول في النوم أداني الطريقة طريقة أي طريقة أي طريقة صوفية تلقى المؤسس بتاعي يقول لك أنا نمت في النوم جاني الرسول وأداني الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيته في المنام ما بيديك تشريع جديد ما بيديك تشريع جديد لأن الدين اكتمل ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتنمت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دا الدين الإسلام أما التصوف ما عنده علاقة بالإسلام ما تسمع يقول لك حفظوا القرآن نحن نتكلم عن المؤسسين بتاعنا التصوف ابن عربي الحلاج ابن سبعين ابن الفارض غير من الذين أسسوا التصوف ديال يجب أن أسسوا الإلحاد والزندقة والشرك ووحدة الوجود وأضل الناس وأضل الخلق بهذه الأفكار وشوف إبليس لو يعمل له طريقة بالقاتبع الأمة دي الله من رحم الله تطلع طبعا في ناس يحبوا الحياة الجديدة القشرات قل لكم الله طلع الطريقة جديدة طريقة جديدة حقت منه الله واحد قال الطريقة العجلاتية سيذا كان عجلاتي الرسول جاء في النوم قال له خلي العجلات ودناك الطريقة الطريقة العجلاتية دي أما عارفة موديل الفين وكام الفين واربعة طاهر وطلع طاهر ما عارف يازال فيه طريقة يسمى الطريقة المولوية دي برضو في المغرب المولوية دي يازال كان شوفتها الشيخ الطريقة والرونيو في الفيديو بيرقص يازال مع النسوان جوه يازال ديين دا شاكده العلم المقصود علم الكتاب والسنة الصحيح وأول وأعظم العلم علم العقيدة والتوحيد أعظم علم وأشرف علم علم العقيدة والتوحيد من ضيع العقيدة فلا قيمة لأعماله والله جاء تتعلم التوحيد وتعلم أهلك شان تنقذ نفسك وأهلك من النار ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا النار دي ربنا عدال منه للذين أشركوا ربنا قال في صورة تانية إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموت العلماء بموت العلماء يظهر الجهل وشوف لما انجله ما قال علماء الجهال قال رؤوس لأنه أي طريقة بتلقى فيها الرئيس وأي حزب بتلقى فيه الرئيس وأي جماعة بتلقى فيها الرئيس قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا شوف الكلام ده واضح قال لك رؤوس وجهال أي زول عمل له طريقة عارفوا دجاحل بهذا الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا والأعظم والأغرب قال فسئلوا سأله زي حمد المنتصر اللي زارك بيجيبوا في التليزيون النيل النزرق وغناط الخرطوم هذه القناة التي بتاعت حسين خوجل الزول لا الله يريحنا منه الزول لا يعلم تماما انه الزول ده باطل وكلامه باطل لكن بعده بيجيبه ليحارب دين الله الصحيح ولكن ابشر بما يسوءك ابشر بما يسوءك ولا يفرحك فإن الإسلام منصور ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره المبطلون فإن الله عز وجل ينصر دينه يعني كده قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوس يسأله محمد المنتصر في التليزيون يجوز تعليق الحجبات تعليق الحجبات ما فيه حاجة هم يعلق له صبيطة تعليق الحجبات شرك بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم بالله ومن تعلق تميمة فقد أشرك وفي حديث وإن كان فيه مقال من تعلق شيء وكل إليه يسأله ما رأيك في الطواب في القبور يقول الزول لو مشى من هنا للسكينيبة ولا الزريبة ولا طابة ولا اللي زيرقاب ولا الكباشي وطاب في القبر لكن ما عنده عقيدة في صحبة القبر ما في حاجة ما أقوله ما أقوله في جال يمسي من هنا لسكينيبة ويكون ما عنده عقيدة في الشيخ الميد ربنا قال في القرآن قال طوه بقبة المكاشو ولا قبة واتحسون ولا قبة بنو ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق إذن كل من طاف بغير بيت الله فقد أشرك بالله تطوف بقبر ببيان بميت بصالح طالح ده شرك مبجوز ربنا ما قال طوفوا بقبر ولا قال طوفوا بقبة ولا قال طوفوا ببيان وإنما قال طوفوا بالبيت العتيق الطابة بالبيت العتيق قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بيفتوا كمان عامل فيها مفتسقلين مفتسقلين يفتل الجن والإنس تجيب تسألوا أي مسألة يقول لك وهذه المسألة فيها خلاف اختلف الأئمة والأئمة ما اختلفه الاختلف فهمك اختلف عقلة لأنك مريض وكليل وعليل بالشبهات والشبهات وتعليق أخير يعني من أئمة الضلال من أئمة الضلال برضو ورؤوس الضلال سيد قطب وحسن البنة والقرضاوي سيد قطب وحسن البنة والقرضاوي وغير من أئمة الضلال وصدرت يعني فتوى أو أخرية منشور في المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاه بمنع كتب سيد قطب وحسن البنة والترابي وغير من أهل البدع ليه؟ لأنه يضل الناس عن الصراط المستقيم لأن المملكة قامت على التوحيد ونشر التوحيد وهؤلاء يريدون لها أن تنحرف عن التوحيد الصحيح إلى أفكار سيد قطب والقرضاوي الضال وحسن البنة الضال المبتدع الصوفي حسن البنة قال زمان كان بمشي الموالد وعنده أبياد شركية كان بيقوله بيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد مضى وجره وكان الطريقة اسمه الطريقة الحصافية الطريقة الحصافية دي طريقة حسن البنة وما يغشوك الجماعة بتاعيننا هنا حسن البنة ده علمنا حب السنة قال لك منه ده علمك التصوف وعلمك الطرق الإمليسية التي ينشر هذا الرجل طيب تعليق أخير قال محمد ود الفاتح ود غريب الله قالوا ماشيين الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية ماشيين هناك بدعوة من الولايات المتحدة ليتفاكروا في موضوع الدين يا زول محمد دي محمد قال الفاتح غريب الله ماشيين أمريكا هناك أشكد المبعوث الأمريكي لما انجل بلد هنا زار الصوفية في المسايد لأنهم يعلموا تماما أن دين التصوف هو دين المشركين الأوائل والله الذي يعلمون أن التصوف هو الدين الذي كان عليه المشركين الأوائل يعبدون القباب والأضرحة والأموات ويتبركون بها ويتمسحون بها وينذرون لها ويطوفون بها ويحلفون بأصحابها عارفين نوم لشان كده المبعوث جال اللمين هنا وطبعا التصوف يعني منهج وسطه ما زي جماعة التكفيريين ولا كمان زي جماعة التانين ويعارفين دارين يوقعوه في الشرك و و أرادوا أرادوا أن يضربوا الإسلام بهؤلاء دارين يضربوا الإسلام بهؤلاء المتصوفة وغيرهم من أهل البدع شان كده ربنا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكذلك قول ربنا جل جلاله ألم طر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ولن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيمة عارفين وده أختم ب قال ل الفاتحة البورعي وقيادات من الطرق الصوفية يتوجهون إلى واشنطن ما شين تبخروا البيضة الله بيض ولا شنو والله إلا تكونوا ما شين تبخروا البيضة الله بيض لكن هؤلاء الصوفية يعبدون الصالحين ودالك بعبدوا عيسى بن مريم واحد يعني شنو كمان دالك يمكن يكونوا أخفة بيعبدوا واحد ودالك بيعبدوا مجموعة تلقوا الواحد عنده يعني خمستاشر إله لو يقع في مصيبة يرجع للألفون اللي سرع من التلفون وياه أدبادر من الفقر وياه أدبادره ببقو قراب وياه أصابق ياء وياه ما عارف بلو سبتاشر إله يعبدوا مع الله شنو كده قال واحد نصراني ناغش واحد صوفي قال له إنتوا إنتوا والله إنتوا نحنا قريبين بعض نحنا بنعبد عيسى براه ونعبد عيسى ومعاه الله لكن إنتوا بتعبدوا الله معه تاني كمية من الشيوخ وتشابهت قلوبهم وتشابهت عقائدهم شان كده ما تستغرب يمشوا هناك وبدعوة من الرئيس الأمريكو ولا غير ولا غيره وهذه رسالة لكل مسلم عليه أن يتبرأ من التصوف جملة وتفصيلة أوعق تبقى صوفي أوعق تبقى تياني أوعق تبقى ختمي أوعق تبقى ركاني أوعق تبقى سماني والله كل هذه الطرق لا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي على الصام وهذا من شيء من المشركين لما كان الصدر الأول معافى وكان التوحيد منتشر ما كان في تفرق لأن التفرق من سيم أهل الشرك ربنا قال منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لما لديهم فرحون كل حزب أي طريقة قل لك طريقة أحسن طريقة من دخل طريقتنا وأكل طعامنا دخل الجنة بغير حساب ولا علاقة فقالوا جماعة الصوفية الفاتحة البورعي وقيادات من الطرق الصوفية يتوجهون إلى واشنطن الله أعلم يعني تجيب بحل لا تجيبون إلا بالضلال العظيم وتجيبون بالشركة الكبير وتجيبون بالبدع والخرافات والحقد على الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وتبعهم على ذلك الأيمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أيمة المسلمين دين واضح ما في قبر يعبد ولا في صالح يعبد ولا في طالح يطاف بقبري أما هؤلاء فقد عبدوا الرفاة والرميم والرمم والجف ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أبعد الناس عن الله كما قال الله عز وجل قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعهم من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فاسألوا العلماء الربانيين الراسخين المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج وتحري الدليل من الكتاب والسنة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام والسلام عليكم